إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد سنتعرف فيه على اللائحة التي اخترها وليدر جراغي لمباراة كودفوار الودية في الرابع عشر من هذا الشهر وكذلك مباراة ليبيريا الأخيرة في تصفيات كأس أمم إفريقيا بساحل العاج في السابع عشر من نفس الشهر اختبار حقيقي بالنسبة لأبناء وليدر جراغي في جوجديا لهذه المباراة خاصة المباراة أمام منتخب كودفوار أحد المنتخبات الكبيرة على مستوى الإفريقي والبلد الذي سيحتضن أيضا كأس أمم إفريقيا مطلع العام القادم كتبقى هاتجوديا المباراة خاصة المباراة دي الساحل العاج اختبار مهم لنعناصر الوطنية باش وليدر جراغي يوقف على الجاهزية ديال الأسود قبل الدخول في غمارة المنافسة على اللقب القاري نبدأ على بركة الله بالأسماء اللي اخترها وليدر جراغي جوج ديال هاتجوديا المباراة حراسة المرماك العادة ياسين بونو حاضر كذلك مونير المحمدي المهدي بن عبيد كذلك الدفاع غانم سايس نايف أكرد يحيى عطي الله يونس عبد الحميد أشرف حكيمي نصير مزراوي أيوب العملود عبد الكبير أبقر كذلك وسط الميدان غاديكون سوفيانا مرابط سليم أملاح بلال الخنوس إسماعيل الصيباري أسامة العزوزي أمير ريتشارد ثنائي ديال المنتخب الأولمبي كذلك عزدين أناحي بالنسبة للأسماء اللي اعتمد عليها وليد ريقراجي في خط الهجوم كين أمين عدلي يوسف النصيري طارقتي سوداني أيوب الكعبي إبراهيم صلاح حكيم زياش وكذلك عبد الصمد الزلزولي وأمين حارت هذه الأسماء اللي اختارها وليد ريقراجي لمباراة كوضي فورا الودية وكذلك لمباراة ليبيريا الأخيرة في تصفياتي كأسي أمم إفريقيا بساحل العاج نتمنى أنكم تعطوني الرأي داكو في هذه الأسماء اللي اختارها وليد ريقراجي واش اللائحة منطقية أبرز الغيابات كين شديرة وكذلك عبد الرزاق حمد الله لأن وليد ريقراجي اقتانع بالمستوى ديال طارقتي سوداني وكذلك أيوب الكعبي والصغناء على عبد الرزاق حمد الله وشديرة في هذه المباراة سواء الودية أمام كوضي فور أو المباراة الرسمية الأخيرة في تصفياتي كان أمام ليبيريا طارقتي سوداني الدور دياله مهم جدا في المنتخب الوطني المغربي وسبق له في الأجوال الإفريقية مع الفترة ديال خالي لوزيج في تصفيات ديال مون ديال قطر كذلك أيوب الكعبي عارف الأجوال الإفريقية والآن هو ينال إشادة الجميع بالأداء دياله كابي مع فريقه اليوناني هو الآن هدفة دوري اليوناني يعني دائما كيقولها أنا أي واحد جاهز وأعطاه وقدمه السواد ويجزهد رغض يكون مع المنتخب الوطني المغربي إذن إخواني هذه الأسماء كما استمعتوا اللي اخترها وليد رجاجين بينها أسماء ديال المنتخب المحلي نتمنى إن شاء الله نشوفهم أفضل في المباراة ديال كوضي فورودي اختبار حقيقي واحتكاك حقيقي بالنسبة لأسود قبل الضخور في غيمار المنافسة على اللقب القاري نتمنى أنكم تعطوني الرأي ديال فهذه الأسماء وما تبخلوش عين دائما بلاي لايك الفيديو واشتارك في القناة باشي يصلك ديما الجديد ينا تحياتي لكم